كيف تقفل الملف الشخصي في الايمو ده موضوح لقيتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور نهاردة كده هقولك زي نقفل الملف الشخصي في تطبيه الايمو بس يا ريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك للفيديو ده ولو اول ما نتو في قناتي تعمل لي اشتراك في القناة يلا بنا نروح مع بعض نقفل الملف الشخصي بتاعنا بابدأ ان اروح على تطبيه الايمو بالشكل ده بيظهر لك الوجه دي وباضغط على الصورة بتاعتي صورة الملف الشخصي وبعدين باضغط على حاجة اسمها الامان والخصوصية بختارها كده بالشكل ده وهننزل كده وهنختار خصوصية الملف الشخصي وانا ببدأ ان انا اضغط عليه هنا بيظهر لك كل ده وهنا قفل الملف الشخصي بابدأ ان انا اضغط على قفل الملف الشخصي وافعل الاختيار ده يبقى انا كده قفلت الملف الشخصي بتاعي لو رجعنا هنا ممكن نحذر لقطات الشاشة للملف يعني اي شخص يدخل عندي للملف ممكن يعمل لقطة شاشة لو انت برضو عايز تقفل لقطة الشاشة وتعمل لها حاضر محدش يعرف يعمل لقطة شاشة للملف بتاعي برضو بضغط عليها وبفعلها بالشكل ده لو جينا ننزل كده من يمكن رؤية شعاري او من يمكنه رؤية ايمو الخاصة بيه لو انت عايز تقفل كل ده بتضغط عليه وبتعمل لها احد طيب لو ما ظهرتش معايا خصوصية الملف الشخصي بعمل ايه اول حاجة بتأكد من تحديث الايمو هتقول لي ازاي اتأكد منها بنروح على متجر بلاي بالشكل ده عندك على الموبايل ببدأ ان انا اضغط على المتجر كده وبكتب في البحث فوق الايمو او ايمو واتأكد من عدم وجود تحديث لو ضغطنا كده ولقينا كلمة تحديث بنحدث التطبيق لو لقينا كلمة فتح يبقى متحدث اخر اصدار بنرجع كده وتاني خطوة معايا برضو عشان تحل معاك المشكلة لو الخطوة دي ما تحلتش معاك ضغطة طويلة في تطبيق الايمو وعلامة الاي وبعدين بنبدأ ان احنا ننزل على حاجة اسمها مكان التخزين ببدأ نضغط عليها وبعمل مسح التخزين المؤقت ان شاء الله الميزة هتظهر معاك وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته